الرحمن الرحيم اهلا بكم طلابي وطالباتي الاعزاء النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا عن الهدك والصداع وبعد العلاجات الفارماكولوجيكال والنام فارماكولوجيكال عن طريق الادوية وبدون ادوية ازاي نعالج الصداع بدون ادوية حاجات سهلة جدا واول كلمتين بقول بقولها دايما بنعالجه عن طريق يعني التلج التلج الثلج الايس بس دي كده معلومة سريع قبل ما ندخل في برضو بتاعنا ازاي اصلا نشخص المرض بس انا بقول لكم ان الفيديو ده هنتكلم شوية عن العلاجات هنتكلم عن هنتعلم عن الوقاية ازاي اصلا ما يجيلناش الصعب ازن الله وهناخد برضو خلينا نشوف كده نبدأ مع بعض وكل حماس اتفقت شرحت لكم في الفيديو السابق ان حاجة اسمها الاورا وارجعوا للفيديو اسمعوا بالتفصيل وكلام ده كله انا شرحته في الفيديو السابق بس بعيد كلام اتفقنا ان اللي هو اصطداع النصفي بيكون اه الالم بيتعارض مع الفيديو الانشطة يعني لو حد مسلا لو مدرسة مسلا تلاقيها مش عارفة تدرس لو عامل مش عارف يشتغل بي وورسن وبيزداد سوءا كل ما كل ما لو هي مدرسة مسلا بتشرح بيزداد الموضوع معي بترجع تعبانا من الشغل اه لو دكتور مسلا في شغله كل ما زعبت ساعات طويلة في العمل بيزداد المهم ان هي بيتعارض مع الفيديو الانشطة الديلي يعني بييجي في نصف واحد كلمة يوني زي ما اتفق ان هو نصف واحد فقط يعني جانب يعني هو بيجي في جانب واحد من الدماغ عشان كده سميناه مجرين او صداع نصفي. بيكون فيه الالم شديد واحيانا يكون مستمر. احيانا بيكون متوسط او حاد. شدة الالم. كمان احيانا بيجي صاحبه نوزية غطيان او. لقدر الله كمان ايضا. الله يعزوكم. اللي هو الترجيع. فوتوفوبيا. اللي هو خوف من الضوء. وفونوفوبيا اللي هو الخوف من الاصوات العالية والساونز بتزود الحالة. بيزداد يعني لو حد تسمح صوت عالي او ازعاج بيزداد مع الصداع. وكذلك الساونز الاصوات العالية. احيان بيقعد من اربعة لاثنين وسبعين ساعة. لو ممكن يستمر ثلاثة ايام متواصلين. يعني احيانا بيتعالج واحيان ما بيتعالج. والدياجنوزيس التشخيص بتاعه. احيان بيجيله من خمسة او اكتر التاكس. التاكس يعني بيهجم عليه الصداع كده. بيحس بالقلم. فده بيشخصه الدكتور بيقوله انت جالك بقى لك اد ايه? المودة اللي جالك فيها. وكل اد ايه بيجي لك كل كم كل نص ساعة بتحسه بروح ولا بمستمر. بقى دي طريقة من طرق التشخيص. جايه بقى اهم حاجة انه احيان بيستمر من اربع لاثنين وسبعين ساعة بشكل مستمر. ودايما دايما المجرين عشان الدكتور بيسأله بيسأله هل نص راسك واجعك ولا كله. لما بيكون بقى المجرين مع الاورا. الاورا فاكرين اللي قلنا فيجوال السنسوري ده ده اعادة السلايد اللي فاتت كلها. موتور براينستروم. ارجعوا للفيديو اللي قبله كل الكلام دوت فيه. بعد كده منقول انه باختصار كلمة اورا انه بيصاحب المجرين حاجة زيادة يعني ممكن زغلالة في العين. اضواء كأنه شايف ضوء كأنه يحس ان هو شف وعيه. بيحس ان كأنه بيسمع اصوات بيحس عينه فيها عامة كده نصفي او عامة كلي. فادي الاسمع الاورا. ما يشيب هيا دي الحاجات دي انا شرحتها في الفيديو السابق. احيانا بيحصل له واحدة من الاورا الحاجات اللي فوق ديه. على الاقل واحدة منهم لازم تحصل. وتنتشر بالتدريج وتستمر مع خمس دقايق. يعني عامة في العين خمس دقايق او اقل او اي حاجة من اللي فوق. بتقعد من خمسة لستين دقايق. ممكن تقعد ساعة كاملة الاورا اللي معي. بتكون احيانا بجانب واحد من الدماغ. والاورا برضو بعد الهيديك بتفضل مستمرة ستين دقيقة بعد ما يروح برضو الهيديك. الدكتور بيشخصه ازاي? عن طريقة هنا اتنين او اكتر. هنا او اكتر. انتبهوا. انتبهوا. هنا وهنا تو. ده ممكن ما يكون موضع سؤال. ده اللي بدون اورا خمسة. مع الاورا اتنين او اكتر. ده التشخيص بتاع الدكتور. اوكي. صفحة اللي بعدها الفيسيولوجية المرضية والميكانيزم بتاعه. بنقول ان الميكانيزم بتاعه اصلا مجهول. مش معروف تماما. العلماء ما اكتشفوش تماما. لكن بنقول القلم الصداع. بسبب الاوراكتيفتي زيادة في نشاط العصب. اه اسمه التريجيمنال. التريجيمنال سينسوري نيرف. اللي هو ده. هو نفسه. موجود في الدماغ. اللي بيحصل الاوراكتيفتي. وحين بيحصل عليه استرس او ضغط. فهو العصب ده هو اللي مسؤول عن الالام الصداع. موجود فيه الدماغ مهم اسمه. بيضغط على ايه العصب ده. بيضغط على 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 اللي هي الاوعية اللي هي من نوع دي اسماها كده. هي اسماها كده ما لنش ترجمة. فبيقدي الى ايه? بيقدي الى ايه? ما الاوعية دموية تضغط على العصب فالعصب بيحسسنا بالالم. العصب هو مركز الاحساس. ليتو دا ريليز في هازو اكتف نيورو جين ريليتر بيبتايد بنربوز لها بالسي جي ار بي كالسيتونين جينو تايب بيبتايد جينو ريليتت بيبتايد مهم الاختصار تمام او نيورو كينين اي او سبستانس بي التلاتة دولات بيفرزوا لما بيحصلهم ريليز يبي يخرجوا من الدماغ هو ده اللي بيؤدي الى الانفلاميشن والاتحاب حوالين الباسكولار استراكشا حوالين الاوعية اللي موجودة في الراس اللي في البرين في المخ فبتؤدي الى السينسيشن اوف بين حدوث العنى فالحتة ديت تدفعهم كده كويس الحاجات اللي بينكو سين ديت يتحفظ كويس تلاتة السماء دول مهمين الارجت الكولويد دي من اكتر حاجات اللي بتعالج استضاع معروف استضاع النسفي مجرين على طول بنيديهم ار جت بس ممنوع مانعم بتن للحامل ممنوع تمام والتريبتان التريبتان الارجت ده نتبقى بيعمل اجهاض ممنوع للحامل الحامل اللي عنده اصداع شديد ممكن تاخد بانادول او باراستامول يعني برضو بكمية قليلة جدا لو مش قادر استحمل لكن نبعد تماما عن فيه ادوية كمان اخرى سيف للمجرين يعني للحامل بس الارجت ممنوع عشان حبيت لكم طيب الارجت الكولويد والتريبتان العلاجين دولت هما اجونيست للفاسكلر والنيورال اه في حاجة اسمها في فايف اتش تي اي اه وان سوري فايف اتش تي وان ريسيبتور ده الريسيبتور دوت انا ارجع الصفحة الريسيبتور دوت بيشتغل عليه مين اسم الريسيبتور كده مستقبل بيشتغل عليه الدوائين دول فبيحصل فازو كونستريكشن فلما يحصل فازو كونستريكشن تضيق الاوعية لما تضيق الاوعية يعني انقباض الاوعية فبالتالي وهي مسكة كده مش هتقدر تطلع علينا الحاجات اللي فوق دي الكنسوتونين والنيورو كينين الحاجات اللي بتسببه فماش هيحصل ريليز ليه اهو النيور ببتاعد مش هيحصل لها ريليز وهي اللي كانت بتسبب لنا اصلا للألم وكي عشان كده بقول لكم بالعلاج بالتالج لان التالج مستو انه هو بيعمل فازو كونستريكشن انقباض الاوعية يعني لو حد عنده جارح مسلا او نزيف الدم وهو بينزل وحطينا تالج التالج كأنه هيجمد النزيف او كين هيعمل فازو كونستريكشن انقباض في الاوعية ماشي بس انا بقرب لكو كده الفكرة العلاج بقى العلاج في اي حاجة في حياتنا لازم نبدأ بالحاجة يعني ايه نام فارماكولوجيكا يعني بدون ادوية بدون ادوية ازاي هعالج بدون ادوية يا جماعة زي ما قلتلكم الحاجات مثلا اي حاجة في الدنيا يعني مثلا الاكل الصيحي التمارين لكن هنا في الصداع هنشوف هنعالجه زي الفارماكولوجيكا عن طريق الادوية وقلتلكم من شوية اسمين مهمين وهناخد اسامي اخرى زي الارجوت الكالويد وكمان التربتان ايه الجول من التريتمت اصلا ايه الهدفني من العلاج او الديزاير اوتكم ايه الهدف المرقوب ان انا اوصله ان انا عايز احسن الالم ورابد بشكل سريع وكونسيستن مستمر كمان اعمل وقاية وامنع ان يرجع تاني اقل الحدية المرقب اتجنب الانرجيسيك ديبندنس يعني ما عودش الديبندنس اعتمادي كامل على الانرجيسيك واحيانا بيوصل لمرحلة الادمان مش عارف ايش بدون مسكناي انا عايز اتجنب الحاجة دي كمان اتشيف الجول احقه هدف ان انا اقلل بتاعة الادوية واقل الاعراض واقلل عودة المرض نفسه تمام ديت الحاجات بس المهمة عشان خاطر الشخص بيقولك ان هو يقدر يعمل normal activity بتاعته الانشطة اليومية بشكل مستمر اللي قلتلكم يمارس الوظائف بتاعته بارياحية بدون ما يكون يعني الصداع ما يقصرش عليها وعلى يومه انا عايزة من الاهداف اللي انا عايزة حققها من العلاج ان انا اقلل استخدام العلاجات دي تقللها اقلل من عشر ايام اقللها يعني مش شهر كله تلاتين يوم مش لازم اتعالج اخد علاج كل يوم كل يوم انا كده بدمر المعدة مثلا انا الجاسك معروف انها بتدمر المعدة غير كده مش عايزة يحصل لي انا لازم احاول اخد الادوية عشرة ايام في شهر وبعد كده ياريت اقل فده من الاهداف اللي انا لازم اعملها دي الاهداف دي ما اعتقدش انها موضع سؤال بس افهموها كده ان شاء الله في المستقبل يمكن يلاقوا علاج للصداع يعني علاج فعال جدا لان الادوية برضو مش بتعالجه تماما اوكي وفي ناس اصلا ما بتستجب لها لكن خلينا نبدأ بالنان والعلاج اللي هو غير اه بدون ادوية يعني بنقول ايه بنقول ان اول حاجة زي ما قلتلكم احط تلج على الهد ونحط فترة راحة اثناء الراحة اثناء النوم ياريت الواحد ينام اصلا دي صحيا انك تنام بدون ولا نقطة ضوء في القوضة من اجل عشان الغزة ديها مسئولة برضو والغزة النخيمية مسئولة عن المناعة ما بتعملش تشتغلش من غير لو في نقطة ضوء في القوضة وانحنا نايمين ما بتشتغلش ولازم النوم طبعا طبعا انا عارفة ما الكلام ده بحدش اه بيطبقوا لكن يعني بذكر نفسي واياكم ان المفروض انه مستحي من الساعة تسعة مساء لغاية الفجر يعني او مساء تمن ساعات من تسعة لعشرة تسعة وعشرة مساء لغاية مساء الساعة ستة صباحا فهو ده الوقت اللي بتشتغل فيه المناعة بالمناسبة بس لازم يكون المكان دارك وي كويتو فبيقى هادية محدش ينام اطلاقا في النور فالاضاءة بتسبب بتزود الصداع وبتتقلل المناعة تماما بالذات الاطفال السلوكي بقى العلاج السلوكي لازم الواحد يعمل 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 تأمر الحاجات دي ده فيه فيه علم الواحد وعلم العلاج بالاسترخاء بقدم حلو جدا اقرأوا عنه يعني ممتع جدا علاج ادراكي برضو بيساعد الشخص ان هو بدل ما يستخدم بدون ما يستخدم علاجات يخف تمام زي بسا كمان بنقول السياحة العلاجية وان الشخص يروح يسترخي ويروح في بعض الاماكن المتخصصة للاسترخاء وان هي التشافي والعلاج بدون ادوية برضو عملوا سرش عليها على جوجل وهتلاقوه موضوع فعلا فيه حاجة اسمه اللي هي العوامل اللي اصلا بتسبب الصدع زي الفاتيج التعب والارهاق والضغط واحد ينام في اليوم وساعتين مثلا فاكيد طبعا لازم يصحى مصدع اوكي فدي كل حاجات من سلوكه هو اصلا سلوك خاطئ من نوع البيصهر مسلا زي التوباكويوز بيستخدم التدخين باستمرار تغيرات في الاحساس الروائح قادية دي مهمة في ناس بتحط عطر قوي جدا 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 بتخليها اصلا زي مسلا بعض الانواع العود مسلا او انواع قوية بتسبب صدع في نفس اللحظة الازعاج وهكذا دي كحاجات بيقية الاكل بعد الاكل الكافيين انتاك والوودروال اللي بياخد قهوة كتير وتعود عليها والوودروال لما يجي يسحبها منه او يبطلها يجي له اصداع عشان كده يحاولوا ما حدش يتعود على حاجة اوكي ما حدش ييجي يقول لي اي دكتور انا ما بعرفش عايش بتقول من قهوة ما عرفش ابدأ يومي من غير قهوة لا غلط تماما اوكي اليوم اللي هتعيش في مكان او تروحي صحرة بدون قهوة هتعودي مصدعة هتموتي من الصدعة فمحدش يخلي حاجة تأثر عليه اوكي احبت بس اا اا اقول لكم حاجة كده يعني نصيحة من قلبي اتشوكليت برضو نفس الكلام الحاجات اي حاجة الشيز الشيز دي فيها تربتانة على فكرة مفروض المهم في بعض الحاجات لما نعملها نسحبها من الجسم بعد ما نكون الشخص المتعاود عليها حتى مش مشارطة لحاجات المكتوبة لو الشخص متعاود علي حاجة كتير جدا بعد انه افهاله ما طبيعي هيمرض هيتصدع هيحس بنوم مقاريف ممكن ما يجلهوش نوم وكل ده يأثر على يزاود الصدع المهم بعض الادوية زي السيميتدين دوت بيمنع 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 اسمه يعني بيتاخد قبل الاكل للناس اللي عندها قرحة في المعدة او كده عشان تمنع الفرازات الحمض الهيتش سي ايل من المعدة وبعد اللي هي الموانع الحامل والثيوفيلين ده في نسبة كفاين برضو الناس اللي بتبطل بتسحب الانالجيسيك متعود على مسكنات انالجيسيك يا مسكنات وفجأة يوقفها فطبعا هيممكن يجيلوش ده النيتريت من اكتر حاجات بتسبب صدع بالزات النيتروجلس رايد اللي هي الحباب بتاخد تحت اللسان لمرضة زبحة الصدرية مهمة جدا والنيفيدبين ده حاجة اسمها كالسيمتشانر بيعالج الضغط ماشي فبردو من الحاجات اللي بتسبب الصدع دي الحاجات اللي هي تعتبر نان فارماكولوجيكال تريت من العلاج بدون ادوية الفارماكولوجيكال تريوي بقى هشرح لكم في الفيديو السائل القادم ان شاء الله انتظروني على السريع ان شاء الله اه اتمنى انا اكون في تقل تمنى كل معلومات جميلة ويا رب يكون علم نافع ولا تنسوني من دعواتكم وطبعا لايك حلوة للفيديو اتمنى لكم كل توفيق في امان الله